أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ببرنامج انتخابات الفين واربعشين حيث نستمر من خلاله في قراءة تطورات المسار الانتخابي بيانات انتخابية رسائل للمرشحين وأخرى للمقترعين وماذا يحتوي البيان الانتخابي من تفاصيل كيف نقنع الناخبين كيف لنا أن نشجعهم على الانتخاب وفي شق آخر أربع فئات وجب عليك الحذر منها خلال هذه الفترة قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية هذا تحذير من كاتب صحفي نناقش تفاصيلها خلال حلقة اليوم أهلا بكم من جديد مستمرون في نقاش بيانات انتخابية وأرحب بضيفتي هنا في الستيديو مرشحة حزب إرادة المحامية دينا البشير أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا ست لو بدأنا الحديث اليوم بما يتعلق في الانتخابات القادمة الحزب هل حدد الأولويات التي تناط به في عملية الانتخابات القادمة؟ في المجلس القادم أعتقد أول شيء أحب أن أمسي على كافة المشاهدين لبرنامج انتخابات 24 أكيد بلا شك أن حزب إرادة قد قام بوضع كافة الأولويات التي ننطلق منها كمبادئ أساسية لهذا الحزب بلا شك الملف الاقتصادي هو سلم الأولويات التي نعتقد بأنه لابد أن يكون هناك برامج حقيقية يمكن تطبيقها في مجلس القادم وهو مجلس 20-24 لأننا نؤمن بأن الإشكاليات الاقتصادية هي الهم الأكبر لدى المواطن بلا شك أنه من هذه الأولويات ومن هذه التطلعات والبرامج نأمل إليها والاستراتيجيات هي ملف توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين ولكن هذه يتطلب أن يكون هناك جهود مبدولة أيضا من خلال دعم القطاع الخاص محاسبة المقصرين في القطاع العام لأننا نؤمن بأن اليوم نجد بأن الموازنة العامة 70% منها تذهب أجور ورواتب وبالتالي لابد من أن يكون هناك أداء يتماثل بجودة العمل داخل هذه المؤسسات حتى نقدر اليوم نقيم بأن هذه الأشخاص العامين في هذه القطاعات يجب إبقاؤهم أو يعتبروا حمل التقيل على هذه المؤسسات وبالتالي استخدام الموازنة بطرق متعددة منها من البنية التحتية لأنه نؤمن أيضا بأن أشكالية في اقتصادنا هو عدم وجود بنيات تحتية تواكب احتياجات المواطنين ومن أهمها هي قطاع النقل لابد أن يكون هناك شبكة نقل عامة توفر لكافة المواطنين فيها انتظام يوجد فيها أسس ومبادئ السلامة حتى يكون اليوم المواطن على أتم استعداد بأنه يذهب من الشمال إلى الجنوب وبالتالي هذه تخلق فرص عمل استقطاب استثمارات في المملكة سواء كانت على المستوى الأجنبي أو حتى المحلي لا بد أن يكون هناك حوافز أكبر للمستثمرين حتى يقدروا اليوم الدخول إلى السوق المحلي والمنافسة للأسف نحن اليوم نجد بأنه هناك ضعف في استقطاب الاستثمارات ضعف في إبقاء المستثمرين في القطاع الخاص في الأوردور وبالتالي لا بد أن يكون هناك بعض الحوافز والانتيازات التي تقدم لهذه القطاع لأنه هي حقيقة هي سبب الرافض الأول في الإنتاج المحلي وأيضا في خلق فرص عمل بالإضافة إلى كل ذلك أكيد الملف التعليمي الملف الصحة ينظر إليه بأولوية لأنه إحنا اليوم نجد بأنه لابد أن يكون هناك تأمين شامل لمواطننا فيما يخص الملف الصحي لأنه نعتقد بأنه هذول الأولويات إذا تمت اليوم أخذها بعين الاعتبار أكيد أنه سترفع من مستوى المواطن بشكل عام ومن حياته والرفاهي المقدم إليه نعم لكن يعني لو تحدثنا أنت تحدثني عن عدد من القضايا التي تعتبرونها الأبرز في عملية الانتخابات القادمة وعملية تصويب أوضاع المواطنين في الأردن يعني لو تحدثنا أيضا عن بعض الأمور التي وضعتك أولويات من خلال البيان الانتخابي الخاص بكم أكيد هناك أولويات أخرى كمان بالإضافة إلى ذلك لابد أن يكون هناك حزب إرادة نجد بأنه لابد أن يكون هناك رؤية خاصة فيما يتعلق بتمكين السيدات والشباب كملف خاص سواء كان على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الاقتصادي لأن اليوم نؤمن بحزب إرادة بأن مشاركة الشباب والسيدات هي أحد الأولويات الأساسية التي ننظر لها في داخل هذا الحزب وأكبر دليل على ذلك بأنه نجد بأن حزب إرادة عندما وضع العضاء الممثلين له في القائمة العامة أنا ترأستها كأول مقعد في هذه القائمة عدد الشباب اللي ممت داخل هذه القائمة وصل إلى 35% عدد السيدات داخل القائمة الحزبية العامة لحزب إرادة وصل عدده حوالي 33% بهذه أرقام حقيقة تدل على شيء تدل أنه كحزب إرادة نؤمن بأنه لابد من يكون هناك فرصة للشباب والسيدات وأكبر دليل على ذلك بأن الأمين العام لهذا الحزب نرج乐ه أنه هو المقعد الـ 41 وهذا دليل كبير بأن الحزب داعم وضع أولوياته و لكن ليس وضع أولوياته عكسها على القائمة العامة لحزب إرادة حتى تكون أكبر دليل بأنه نؤمن بأنه لابد من يكون هناك فرصة للشباب والسيدات وتمكنهم ينطلق من أن يكونوا هم يتبوأوا المواقع الأولى في داخل القائمة العامة وهذا أكبر دليل بالإضافة إلى ذلك نحن أؤمن بأن هناك لابد من أن يكون العمل على تغيير النظرة حول مراكز التدريب المهني لابد وهذه واحدة من الأمور التي نؤمن بها وهي تحت مضمين الرؤى تحت جلالة الملك حفظه الله ورعاه وأيضا ولي عهده إن شاء الله حفظه الله بكل خير هذول من السلم الأولويات التي نؤمن بها داخل هذا الحزب أيضا هناك عدد من الأمور والمبادئ التي نفتخر بالحزبنا بأن هناك سياسات حولها وتعلقة بها ولكن الملف كبير وأرجو من كل شخص بالإطلاع على صفحتنا صفحة حزب إرادة على المواقع الإلكترونية وبرامجنا منشورة وسياساتنا موضوعة تحت العموم عشان يطلعوا عليها بشكل واسع ويقدموا أي مقترحات وأي تعليقات عليها ثم لكن إحنا لما نتحدث أيضا عن البيانات الانتخابية دائما نلاحظ أنه نأمل أن يتم التعديل نأمل أن تحصل بعض الخطط البرامجية التي ستفيد الشرع الأرديني لكن ماذا لدينا اليوم على أرض الواقع فعليا من الممكن تطبيقه؟ بلا شك بأنه اليوم وصول عدد من الممثلين الحزب لمجلس القبة هو بحد ذاته تغيير لأداء النائب تحت القبة فبالتالي أنا أعتقد بأنه من أهم الأمور التي سوف يتنعكس إيجابا على مجلس النواب القادم هو دورة تشريع الرقاب سنجد أنه اليوم النواب تحت القبة الممثلين لحزبهم لأنه إحنا بدنا نكون مقتنعين بأنه الحزب سيصل من خلال القوائم العامة وسيصل من خلال الدوائر المحلية لأنه يوجد أيضا في دوائر المحلية ممثلين للحزب مرشحين على دوائرهم المحلية وبالتالي وصول عدد أكبر من النواب وتشكيل كتل داخل مجلس النواب وتحالفات داخل مجلس النواب أكيد سيرعكس بأنه يكون هناك دور رقابي تشريعي أكثر تميزا للأحزاب والنواب داخل مجلس النواب وبالتالي هذا سيكون هناك تغيير على الصورة النبطية بأن النواب فقط لدور الخدمات البحث ولكن أيضا سيكون هناك دور إيجابي من خلال الرقابة على الحكومة وعلى أداء الحكومة وعلى وعدات الحكومة التي قدمتها سواء كان من خلال توفير فرص عمل خلال العشر سنوات من خلال رفع مستوى التعليم أي تعهد وأي التزام قامت الحكومة بتقديمه للمواطنين سيكون هناك محاسبة ومسائلة لهذه الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وبالتأكيد أنه إحنا كحزب إرادة نجد بأنه سنقوم بدورنا بأكمل وجه من خلال تنفيذ سياساتنا وبرامجنا ولكن أنا أعتقد بأنه سياساتنا وبرامجنا ليست وليدة لحظة ولكن هي تحتاج أيضا إلى وقت حتى يكون هناك إنجاز وتطبيق بشكل واسع ولكن من يوم الأول لدخولنا مجلس النواب سنقوم بالتزامنا بتقديم كافة الوعود التي قمنا بتقديمها للمواطنين أيضا اليوم المواطن أصبح له القرار والقدرة بمحاسبة النواب اللي هو قام اختيارهم ويمثلون حزب محدد لأنه هناك مسائلة من الحزب وهناك مسائلة من مواطن المقعد اللي حصل عليه الحزب أو النائب من خلال القوائم العامة هو ملك الحزب وليس ملك النائب بحد شخص يعني لو رجعنا نتحدث عن الملف الاقتصادي وهو معروف أنه من أبرز الملفات التي تعيق المواطنين وتعيق الحكومة أيضا وربما مجلس النواب السابق وما قبله كان هناك تحديات بما يتعلق في هذا الملف لكن اليوم كيف بتقنع الناس بدون وعود غير واقعية بأنه بالفعل إحنا قادرين على تطبيق عدة برامج من خلال الملف الاقتصادي من الممكن أن تكون فاعلة خلال السنوات القادمة حتى لو ما كانت على فترة ضيقة أو محددة بفترة زمنية الملف الاقتصادي أعتقد بأنه هم أولويات أي حزب اليوم موجود على الساحة لأنه قد يكون هو الملامس لإحتياجات المواطن بشكل مباشر وهو اليوم سلم الأولويات نحن بحزب إرادة نجد بأن الوعود يجب أن تكون وعود ضمن ما هو معقول وما هو قابل للتطبيق الوعود والأوهام هذه حقيقة اليوم مش نهجنا لأنه نؤمن بأنه المواطن له الحق في محاسبتنا واليوم الهدف من وجود هذا الحزب ليس أن نحصل على هذه المقاعد في الانتخابات 20-24 ولكن هو أن نكسب المؤيدين والداعمين لأنه على الفترة القادمة أيضا وبالتالي هذا يتطلب مننا بأنه نوعي المواطن بأنه أكيد مشاركتك السياسية في هذه المرحلة هي أساس لوصول أشخاص قادرين على تطبيق هذه السياسات والبرامج ولكن أيضا هذا يتطلب منك كمواطن أن تكون عند حسن اختيارك لأشخاص وحسن اختيار البرنامج الذي يمكن تطبيقه على أرض الواقع هذا يتطلب وعي المواطن وبتطلب وعي الأحزاب أن يكون هناك مصداقية في طرحهم أمام المواطنين هذا أكيد بلا شك نؤمن إحنا من خلال حزب إرادة بأنه إحنا لما نوضح سياسات لا نضحها بشكل فردي ولكن هناك لجان مختصة داخل هذا الحزب تقوم بوضع سياسات من مختصين هم قادرين على دراسة التحديات والإشكاليات ووضع بعض الحلول لهذه المواطنين هذا بيدفعني لسؤال حزب إرادة اليوم يضم عدد من النخب والكفاءات في المجالات المختلفة سواء كانت اقتصادية طبية صحية تعليمية هل يتم تدارس هذه النخب الملفات الوطنية بمعزل عن فكرة الترشع الانتخابات؟ بلا شك بأنه اليوم اللي بنظر إلى حزب إرادة وبنظر إلى الأسماء اللي ترشحت على حزب إرادة يجد بأنها هي من قطاعات وخلفيات مختلفة بالإضافة لذلك نجد بأنه المؤسسين للحزب والقيادة في الحزب ترشحت على المقاعد الأرقام الأخيرة من الحزب وبالتالي نجد بأنه هدول الأشخاص هم ترشحهم لدعم فكرة الحزب ووجود أشخاص بحجم أكبر داخل مجلس النواب ولكن ذلك أيضاً بتطلب بأنه إحنا الأشخاص اللي قاموا بالترشح يعني أنا على سبيل المثال أنا شخصياً اليوم أنا لست بأي لجنة من اللي جان داخل الحزب وهذا لا يعني أنه أنا معصمة أو أنا أنت من حجبك عن الدخول في المشاركة بالانتخابات ولكن أيضاً اليوم هنا كانت لجنة محلفة مسؤولة عن ملف الترشح بحزبنا وهذه اللجنة قامت باختيار الأسماء لأي شخص قام بتقديم طلب بأنه يرغب بالترشح ولكن هذا يطلب أن يكون هناك جهاز آخر موازل إلا لفكرة الترشح وهو اللي نحكي عنه بحزبنا هو اللي جان المختصة اللي بتكون سواء من أعضاء الحزب أو من داعمين الحزب أو حتى إحنا منكون اليوم على سياسة بأنه نحضر خبراء من مختلف المجالات ليساهموا في وضع برامج حقيقة تتلائم وتتناسب مع احتياجات المجتمع في كل ملف وكل ملف له يعني كادره ولجنته الخاصة المعنية في وضع السياسات اللي يمكن تطبيقها لأنه إحنا نؤمن بأنه النهج الحزبي يقوم على وجود مؤسسة هي هذه المؤسسة بتقوم بكافة الأعمال حتى يكون النائب اللي إله الفرصة بدخول لمجلس النواب يمثل الحزب بأفكاره وبرامجه وسياساته وبالتالي أنا ملزمة بمجرد وصولي لمجلس النواب أن ألتزم بكافة السياسات والمبادئ والحوارات وحتى أراء الحزب فيما يتعلق في كافة الملجلات وكافة الملفات وبالتالي أنا قد يكون هناك مساحة إلي من الحوار ولكن هذا الحوار وهذه المساحة قد تكون داخل الحزب ولكن لما أوصل لمجلس النواب ألتزم بقرار الجمعي اللي تم أخذه داخل الحزب نعم في سؤالي الأخير إليك اليوم يعني رسالتكم كحزب اليوم وكمشتركين في الانتخابات البرلمانية رسالتكم للناخبين بشكل عام إيش هي؟ رسالتنا بأننا كانت هناك رؤى جلالة الملك بأهمية وضرورة وجود أحزاب داخل مجلس النواب وهذا إيمانا بأنه لابد أن يكون هناك حقيقة عمل جمعي داخل مجلس النواب ومهسائلة ومحاسبة واستعادة ثقة المواطنين لهذا المجلس هذا المجلس يعتبر اللبنة الأساسية وأحد الأجهز والسلطات الرئيسية في دولتنا نأمل أن يكون هناك مشاركة أعلى أن يكون هناك وعي أكثر عند المواطن بأهمية مشاركته السياسية في هذه المرحلة لإنجاح هذه الفكرة لأن نؤمن بأن هذه المرحلة هي مرحلة مهمة في تاريخ الأردن ولابد من أن يكون هناك دعم لهذه الفكرة حتى تصل بأكمل صورها وأكمل طريقة لمجلس النواب ولكن نؤمن بأن هذه المرحلة هي مرحلة الأولى خلال عشر سنوات سيكون هناك تحول في المشهد السياسي من خلال مجالس حقيقة حزبية برلمان حزبي ويشكل حكومة برلمانية حزبية وهذا ما نؤمن به وبالتالي لابد من أن يكون العمل مشترك والجهود دائما متضافرة مع بعضها البعض أنا بدي أشكرك السيدة دينا البشير مرشحة حزب إرادية على هذه التفاصيل التي قدمتها لنا كل شكرا لك شكرا إليك حياة الله